حياكم الله مشاهدين في حوار المساء أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم الدبير عاه الله مبادرة مليون مبرمج عربي وذلك ضمن مبادرات محمد بن راشد المكتوم العالمية كأكبر مشروع برمجة يسعى إلى تدريب مليون شاب عربي على البرمجة وتقنياتها أيضا مواكبة التطور المتسارع في علوم الحاسوب وبرمجياتها وذلك لتمكين الشباب العربي والتسليحهم بأدوات المستقبل التكنولوجية ما نتحدث أكثر عن أبعاد ومخرجات هذه المبادرة مع سعادة الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة الدبير حياك الله سعب الله يحيك وسلمك يا أهلا الله حمالك نرى تقرير عن موضوع إن شاء الله أرد إن شاء الله مشاهدنا تقرير ونعود مع سعادة الدكتور عيسى البستكي طابونا أطلق صاحب السمو الشيخ محمد براشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبير عاه الله مبادرة مليون مبرمج عربي ضمن مبادرات محمد براشد المكتوم العالمية كأكبر مشروع برمجة يسعى إلى تدريب مليون شاب عربي على البرمجة وتقنياتها ومواكبة التطور المتسارع في علوم الحاسوب وبرمجياته وذلك لتمكن الشباب العربي وتسليحهم بأدوات المستقبل التكنولوجية وبناء قدراتهم وتوفير فرص عمل تمكنهم من استغلال مهاراتهم وتوجيهها بما يخدم الاحتياجات المستقبلية والمساهمة في تطوير الاقتصاد الرقمي الذي سيشكل اقتصاد المستقبل موسيقى تسعى مبادرة مليون مبرمج عربي التي تديرها مؤسسة دبي للمستقبل إلى تمكين ملايين الشباب العربي في المنطقة من خلال توفير فرص عمل لهم في قطاع التكنولوجيا الحديثة وتأهيلهم وصقل مهاراتهم وإثراء معارفهم وتطوير قدراتهم وبناء خبراتهم في مجالات العلوم المتقدمة وتوفير التدريب العلمي المتخصص لهم لمساعدتهم على إتقان لغة البرمجة والتفوق فيها ليكونوا مستعدين للتعامل بكفاءة عالية مع جميع متطلبات اقتصاد المستقبل الرقمي موسيقى سعد دكتور يمكن قبل ما ندخل في أسئلتنا ندخل في عالم دائما كنت تبحث عنه وهو ما تقدم بها الآن سيدة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد يمكن أن تبحث عن هذه المبادرة منذ بقت طويل فرأيك وقراءتك لهذه المبادرة الآن في الحقيقة طبعا عندما سمعت الخبر أن في ذكاء إصطناعي جديد يطرح في دولة الإمارات فكان تساؤل موجود عندنا لماذا ذكاء إصطناعي وين الأفراد وين المباردين يأتي أين هم كيف ممكن أن نتصور أن هذا الذكاء إصطناعي طبعا الذكاء إصطناعي نروح له كلام ثاني أنه ممكن يطبق بطريقة سليمة ومرة واحدة أسمع مبادرة من أجمل مبادرات طبعا برغم كل مبادرة جميلة الله يحفظها صاحب الشيخ محمد بن راشد ولكن تدريب مبادرة مليون مبرمج عربي مبادرة عجيبة مبادرة فريدة من نوعها يعني هذا أن الحين عندي مبادرة الذكاء الإصطناعي الذكاء الإصطناعي أصلا اللغة برمجة صحيح الآن أنتو عنكم اتعلموا البرمجة وخلال كم سنة نكون مليون مبرمج في الذكاء الإصطناعي اللي حق أهداف الدولة يعني صاحب السموم ما يذكر ترى كم سنة بيعطيهم سنة وبالتالي أنت بعد سنة لديك كل المقومات لأن يكون لديك الذكاء الإصطناعي هذا الجميل في الأمر طيب دكتور إلى أي مدى نحن الآن بحاجة إلى بناء جيل متسلح بعلوم التقنيات الحديثة نحن ننظر إلى التاريخ الذكاء الإصطناعي الظكاء الإصطناعي برنامج برنامج ولكن المخرجات تعتمد على المدخلات فكلما مدخلات تتغير المخرج يتغير معنى هناك الذكاء داخلي موجود الإصطناعي يحاول أن يحاكي الذكاء الإنسان أو الذكاء البشري موجود من سنة 1956 والبرمجة حتى قبل بس بداية الذكاء الإصطناعي من 1956 حتى الآن هناك تطور شديد جداً في الذكاء الإصطناعي ولكن ما زلنا ما زلنا في المهد في الذكاء الإصطناعي لهناك تطلعات مستقبلية الذكاء الإصطناعي سيحدث ثورة تكنولوجية لا يمكن أن نتصورها الحين نعم فعندما نتكلم عن المليون المبرمج ونتكلم عن تكنولوجيا الذكاء الإصطناعي معنى هذا أن العالم العربي في تحدي طبعاً وهذا التحدي مبسهل ليس بسهل هذا التحدي ولكن من وراء هذا التحدي القائد عندما يكون الشيخ محمد بن راشد هو صاحب التحدي فنعرف أن نحن سنصل إلى ما يصب إليه هذا القائد العظيم إذن عندنا دعم قوي من شهل محمد بن راشد للوصول إلى الغاية المعينة عندما يؤهل مليون عربي هذا معنى لأن كل الصناعات المستقبلية تعتمد على الذكاء الإصطناعي جميل تتكلم السيارة ذاتية الحركة ذكاء الإصطناعي تتكلم عن الروبوت الصناعي الذكاء الصناعي تتكلم عن الروبوت ذو أو عن الروبوت ذي الصفات البشرية ذكاء الصناعي طبعا فكل شيء حتى إنترنت الأشياء ذكاء الصناعي مع أن هذا أي شيء مرتبط مستقبل التكنولوجيا أو التوجهات المستقبلية كلها البنية الأساسية لها الذكاء الصناعي ميزة هذا العصر وحضارته طبعا أنها متمركزة في عالمنا الذي نعيش في الحين هو عالم الذكاء أو عالم التكنولوجيا بشكل عام أنت قمت ما شاء الله ببحث مفصل عن الموضوع أيضا أتيت ببعض الإحصائيات لو تخبرنا عنها وطبعا في سنة في 2020 يعني يكون هناك حوالي 6 مليار جهاز يطلب الذكاء الصناعي جميع بمعنى آخر يطلب يطلب ويتطلب الذكاء الصناعي 6 مليار هذا طبعا دراسة عملوها أنا لا أعتقد 6 مليار أنا أعتقد 100 مليار 200 مليار لأن المستقبل تتكلم عن إنترنت الأشياء إنترنت الأشياء معنى جهاز معين موجود على كندورا هذا شيء في ذكاء الصناعي معنى تريليونات من الأجهزة من الأجهزة في العالم تتطلب الذكاء الصناعي جميع فإذن 6 مليار حسب دراسة شركات التكنولوجيا هناك أيضا في 2020 حوالي 5 مليار دولار ستستثمر في الشركات الناشئة في الذكاء الصناعي هناك أيضا 6 مليار أو 5 مليار دولار 5 مليار دولار في سوق الذكاء الصناعي وطبعا هذه بدايات إذا تكلمنا عن 2025 فهذا مئات المليارات ويصل لتريليونات إذن السوق موجود الحاجة موجودة والسوق موجود ونصل لمرحلة التي نسميها مرحلة ستار تريك إذا أحد تشاف فيلم ستار تريك كل الذكاء الصناعي يستخدم في خلق بيئة ستار تريك في الإمارات طيب دكتور يمكن ناس كثيرة يمكن ما يرفت لها النظر بأن العمل في مجالات مختلفة مجالات علوم الفضاء بشكل خاص هي من يأتي بكافة يعني ما يمول العالم الطبيعي بتكنولوجيا جديدة هل دخولنا في هذا المجال العالم الفضاء والبحوث مهلا نحن نعرف حتى ناسا التكنولوجيا الموجودة عندهم لا تخرج إلى الناس إلا عندما يصبح لديهم تكنولوجيا متطورة عنها بأبعاد مختلفة ومن ثم تأتي تلك التكنولوجيا الوسيطة تذهب إلى الناس لأنه خلاص وصلوا لأشياء ثانية فهل نحن دخولنا في علوم الفضاء و أيضا الوصول إلى المريخ و بناء أيضا اللي هو عفوا اللي هو قمر الصناعي خاص بدولة الإمارات هل هذه كلها ما أدت إلى واكتشفنا من خلالها أن نعم نحن وصلنا إلى إمكانيات نستطيع من خلالها أن نبدأ الآن الذكاء الصناعي و نعممها في الدولة أنا أعطيك قصتي أنا يوم درس في جامعة كاليفورني في سندياقو درسنا شيء يسمي CDMA Code Division Multiple Access 1978-79 هذا أصلا كان هل العلوم كانت علوم عسكرية نعم بعدما استعملوها سنين دخلوها في الجامعات إذن كانت متقدمة بالعشرات السنوات وبعدين استخدمنا فدولة الإمارات عندما تنظر إلى الفضاء معنا هذا الفضاء يحتاج لعلوم جدا متقدمة متطورة جدا معنا نحن نوصل لمرحلة نحن نكون متطورين بحيث أن العالم يمكن استفيد من تكنولوجياتنا يعني التكنولوجيا تستخدم في العالم بدعت من عندنا ونصنع اليوم التكنولوجيا بعد عشر سنوات الدول العالم يستخدمون إذن الدخول أو البنوج إلى حص الفضاء فيه أبعاد كثيرة حتى أبعاد تجارية نحن تاسع دولة ندخل في الفضاء تاسع دولة ندخل في الفضاء شو معنا هذا أن حتى التجارية نستفيد تجاريا علميا تقنيا نتقدم ونخلق التكنولوجيا داخل الدولة تعب شعاري صنعة في الإمارات بمعايير عالمية نريد أن نصدر للعالم التكنولوجيا المنتجات كلها وما تأتي إلا الولوج إلى أشياء ما تقدم يجب اليوم أن نعرف ما هي التوجهات المستقبلية في التكنولوجيا بعد عشر سنوات ماذا ستكون التكنولوجيا في 2020 أولمبياد في توكيو عندهم مدينة كم مدينة الروبوت الذكاء الاصطناعي يستخدم بشكل غير طبيعي بس إحنا يعني مفروض ننظر إلى أبعد من الذكاء الصناعي ونسمون الذكاء الإدراكي والذكاء الإدراكي هذا يحاكي ذكاء الإنسان وهذا حسب بعض العلماء الكاتب معروف ري كارزويل قال في كتاب الوحادية سنجلال قال في 2045 ذكاء الحاسوب سيضاهي الذكاء الذكاء البشري طبعا أنا ما أعتقد ولكن هناك دراسات كثيرة الحاسوبي والذكاء الرقمي سيضاهي الذكاء الإدراكي الإنساني مع أن هذا يجب أن نعمل من الآن عندما نصل لمحلة الذكاء الإدراكي أي أن الإنسان يستخدم الذكاء الإصطناعي أو الذكاء الإدراكي في كل مكان 80% من خدمة العملاء خلال سنتين ثلاثة يكون بالكامل أتمت من الذكاء الإصطناعي 8% معنى 20% فقط إلا فيه بشر وما قلع فهناك وظائف ستندثر هناك وظائف ستأتي تخلق ستخلق وظائف جديدة ولكن لا نتخوف من عدم موجود وظيفة دائما وظائف تخلق أكثر من وظائف هذا التخوف الناس لا يخاف الإنسان موجود لأن كل ما يصنع وكل ما يتواجد في هذه الدنيا هو لمصلحة الإنسان وبالتالي وجوده دائما مهم إذا لم نحاول نربط إماراتيا قراءة لتزامن مبادرة مليون برمج عربي مع تعديل وزاري ودخول الشباب حكومة المستقبل الشابة أيضا وإطلاق هذه الاستراتيجية كل هذا وإنترنت الأشياء كلها تقريبا تتكاتف مع بعض ولكن لديها نعكاس خاص على مجتمع دولة الإمارات نعم تقريبا هي مبادرات متكاملة مبادرات متكاملة ذكال الصناعي إنترنت الأشياء البلوكشين في بعض الأشياء وأيضا السحابة الحاسوبية كلها مرتبطة ببعض أساس وجود ونوجه للمستقبل ونأكد على الحكومة الشبابية لهم هذا شغلهم الحكومة الحين الحكومة الوزارات ستبدأ من الآن تخطيط استراتيجي لخلال 2021 نصل إلى العالمية في إنتاج الذكال الصناعي المليون مبرمج عربي يعني يعتبر مخزون صحيح مخزون قوي جدا لدول عربية في التحدي للعالم مع أن هذا نحن سنؤكد للعالم أن نحن موجودون هنا في دولة الإمارات لنتخطى كل التجارب العالمية ونتقدم إن شاء الله وأنا أحسن في 2025 نحن نكون دولة الأولى في العالم في التكنولوجيا بسبب الوزارات من الحين بدأت وحكومة شابة ستحلق بنا إلى الفضاء التكنولوجي بشباب عندهم فرصة كبيرة أن يصلون بعد 20 سنة و بعد أن هناك آخر يخلفهم يكمل فإذن المزارات هذه كلها تصب في الهدف الستراتيجي لدولة الإمارات لنتكون أولى في العالم في كل شيء من مهنو التكنولوجيا نعم يكفي أنهم يتخرجون من مدرسة سيد صاحب سمو الشيخ محمد بن راش وسيد صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد فالدعم يعني لا محدود وأيضا الإمكانيات قوية جدا والمعايير عالية بأعلى المعايير مدرسة لن تنتهي بإذن الله إلى أبد الأبدين نحن نشكرك على تواجدت معنا أعرف أن عندك كثير من الكلام تبدأت قوله لكن للأسف خلص صوتك الفقرة على بس واحد سأل قبل يومين بسرعة أقوله على عجالة في واحد قال لي يعني كيف هل متوقع كل هذه يستوي يتمسم عن شو محمد بن راشد قال المستحي المفقاموسي نعم إذا الشيخ محمد بن راشد مبادرته فإحنا متطمنين أننا سنحقق هذه المبادرة كما هم يريد نقول إحنا بشرة نقول له ليس بمليون بشارك ستحصل أن هناك عشر مليون مشتركين في هذه المبادرة شكرا لك شكرا لك شكرا لك مشاهدينك كل الشكل لساعدة الدكتور عيسى البستك هي رئيس جامعة دبي مستمرين معكم بعد هذا الفاصل في مسئل إمرأة